السريبلر كورتكس بتكاوم من 6 ليرز و 5 تايبز أوف سيلس اول لير موليكولر لير واخر لير مالتي فورم لير يعني موليكولر و مالتي فورم لير ما بين التو ليرز دول في اربعة ليرز اتنين اكسترنال و اتنين انترنال الواحدة جرانيولر والتانية برامل عايزين نشوف توزيع السيلزة على السكس ليرز احنا عندنا 5 تايبز أوف سيلس كل ليرز فيها جلايا السيلس اللير الاولانية اللي هي الموليكولر لير فيها الكاجال سيل و دي اسمه غريب اسمه عالم واللير الاخرانية اللي هي المالتي فورم لير فيها المارتي نوت سيلس يبقى عند الاولانية فيها كاجال والاخيرة فيها مارتي نوت ما بين التو ليرز فيه برامل سيلز و الجرانيولر سيلس شي طبيعي ان الجرانيولر اللير فيها جرانيول سيلس وبعدين تجي البرامل سيلز تترتب من فوق لتحت كده يبقى خلصنا السريبرال كورتكس بسم الله الرحمن الرحيم بناتي وأبناء العزاء أهلا بكم مع محاضرة كديرة مثل سريط محاضراتنا في مقرر الهستولوجي والجنادي هنبدأ النهاردة محاضراتنا في السن اس وأول حاجة نأخذها في السن اس هي المنينجيس المنينجيس فيها ديورا ماتر أركانويد بيا ماتر هنأخذ البرين باريار معها المختلفة اللي هي البلوت برين باريار والبلوت سي اس سي اف باريار وي اس سي اس سي اف برين باريار وبعدين في الآخر خالص هنأخذ السريبيلا من ناحية النيرونز واللييرز والفانكشن المنينجيس اللي هي الكافرينج أوف زي برين لنا عمدين الثلاثة مينينجيس ديورا ماتر للاوتر موست الاركانويد واللي انترميديات لير واخر حاجة البيا ماتر اللي هي الانرا الري لو حبينا نرسم الثري لايرز دول أو السري مينينجيس دول فاول حاجة بتقابلنا هي البون أوفز سكال البون أوفز سكال ليه بريوستيام فوق وليه بريوستيام تحت البريوستيام اللي تحت هيشارك مع الير من نسبة شال تايب أوف كونكتب تشوه، بمراتينجيس مع الفيبرو بلاست والاثنين مع بعض بيعملولي الديورة مطر. يبقى الديورة مطر بتستعين بالبريوستيام علشان تكون اول كافر او اول لير حوالين البريو. تحت الديورة مطر موجود الاركنويد. وبتحت الاركنويد موجود البيا مطر. لو احنا هنشوف بقى البرينتشو تحت البيا مطر اللي هو الجزء ده زي ما احنا شايفين كده. ده اللي هو البرينتشو زي ما هو باين عندنا خالص. تيجي البيا مطر بقى تمشي مع السلقاي والجيران زي ما احنا شايفين. يبقى احنا شلنا البيانات الزيادة واسبنا البيانات اللي تهمينا اللي هي الديورة مطر والاركنويد والبيا مطر. لكن هنبص كده نلاقي فيه هنا يعني ايه يعني في الحياة انا بشوفوشه طول الوقت. لكن بيبان مع مع الهيموريج مع التيومر يبدأ ده يبان عندي لكن انا بقدرش اشوفه في الطبيعة. هزا الاسبيس بنسميه سب ديورة اسبيس. زي ما انت شايف ان الديورة مطر وهي نازلة اللي هي الفايبرا سليير او الانر فايبرا سليير وهي نازلة بتعمل اسبيس كما هزا الاسبيس بيتميلي بالفينوس بلاد في السيركوليشن بتاعت السيركوليشن. البلاد هو راجع بيعدي على هزا فينس كافتي فبنسميه فينس ديورال سينس. ده بيجمع البلاد من البرينتيش. طيب كنت سألت في المدرج هو احنا عندنا واحد باس طبعا ده السيبروس ساجتال سينس حسب الرسمة اللي احنا كنا رسمينا في الاول. هل احنا عندنا سينس واحد باس لأ طبعا عندنا طبعا سيرتن نمبر اوف سينس هنقوله في وقته ان شاء الله لكن عدد موجود من السينس. الاريكونايد ليار دي بيبقى برضو في تحتها اسبيس. هزا اسبيس ما بيفضلش اسبيس زي ما هو لأ بينزل فيه ترابيكولي. من الكنكتف تشوف هيبرز ومعها الفايبروبلاست علشان تملأ اسبيس ده وتسيب فراغات ما بينها هون بعضها وانسميه برضو ساب اريكونايد اسبيس. هزا اسبيس بيقفل باوز آآ سي اس اف لكن مش هو مصدر تصنيع السي اسي في السي اس اف بيجي له من الفينتركز. لكن بيبقى مليان سي اس اف يبقى بيشتغل هنا كاا ايه كاا اا يعني يبدأ يمص الصدامات او بيمص الصدامات اللي البرينتشوز ممكن تتعرض له. آآ ده اللي هو الساب اريكونايد اسبيس. تحت الساب اريكونايد اسبيس في البياماتر اللي هي بتمشي مع البرينتيشوز في السلقاي والجاراي مكان ما يروح مكان ما يلاقي البياماتر. البياماتر هي الحاجة الوحيدة في الحكاية دي كله او هي اللي يكون فيز علشان توصلها او عشان توصلها يبقى لما بيبقى في عندنا رزيز او تروما او ويقول لك ما اثر على او فيه همرج من يبقى فيه مشكلة فيه في البيا بيطلع من الاركينويد فيلايه هزي الفلايه بتختاري ديورة ماتر عشان توصل للفيناس سينس ليه عايزي توصل لايفينيس سينس جهسن تاخذ السي اس اس ايفه من الاركينويد وتوصله للسيركيولايشن مرة تاني للشان السيركيولايشن بتاع السي اس ايفه تكمل الله هوا السي اس ايفه فيتكون فيه من البيا ماتر بس اماكن معينة ليه وبينتريكلز وهناخدها بعد شوية ليه التولاترالز والسيرد والفورس ده اللي بيتكون فيهم وبعدين يطلع الاركنولات زي ما انت شايف علشان يوصل الاركنولات باللاي وبعدين يصب في الديورة السايمة ادي الرسمة اللي احنا كنا يعني حطينها خلفية لنا ادي الاسكالب وبعدين ده البريوستيام ده البون ده البريوستيام التاني وبعدين دي ايه بداية البيع مطر دي بداية الديورة مطر وبعدين ده الساب ديورة السايمة وبعدين نبدأ في الاركنولات لير واللي بتاحتها الاركنولات زي ما انت شايف البلات فيزلز موجودة في الاركنولات سايمة بس وهي في طريقها الى البيا مطر لكن هي افاسكولار برد اه توصل البيا مطر تبدأ تدو سمول فيزلز بلات كابيرلز تمشي مع البرين تيشوز لحد متى تضمن نيام غزية كل البرين تيشوز بس في طول الوقت لازم تبقى عارف ان في فاصل ما بين البيا مطر وما بين النيورال تيشوز وما بين النيورونز اللي بنسميه البلات برين باك يبقى مرة تانية لو بنتكلم بنشوف التكس بتاعنا في ايه حنلاقي ديورة مطر دي الاوتر مواصد لير اوف منيجيز بتتكون من دينس كونكتف تيشوز لوازلي اتاتشي للانير سيرفس اوف زا سكال مايش متصلة بقاو بالسكال هستولوجيا بتتكون من تو ليرز الاوتر بريوستيال لير والانير ميننجيال لير اللي هي قولنا عبارة عن كل جن فيبر ومعاها الفايبروبلاست هدولو التو لير زا هم اللي فوق دي بنسميها البريوستيم واللي تحت دي بنسميها الميننجيال لير او الانير ميننجيال لير في لير خفيفة او من السبيشال تابل دو سيلز بنسميها بوردر سيل لير هزي بوردر سيل لير بتتكون من فيبروبلاست وامورفس ماتيريال التو ليرز بتوع ديورة ماتر دول بينفصلوا عن بعضها عشان يعملوا الفينس ديورة السينس اللي احنا شفنا واحد منهم الديورة ماتر ذات كافرز الاسباني الكورد دي بتعمل اسبيس بينها وبين الفرتبري هذا السبايس بنسميه ايه بي ديورة ماتر يبقى البيم الديورة مطر فيها كم إدنى 10 دلوقتي غالبقا على Human droppedTER بمطر ، وحواليه الأركانويد بعد الأركانويد سيأتي الديورة ، النابج الأصفر اللي أ appearing called plug الصورة ، السوء هو نион باصلى من كومبوننت. كومبوننت الاولان الفيلات لير الصغيرة اللي احنا شفناها دي والاكونت اجتماعها في تحتها سبيس اللي هو الاركنود سبيس ودعب مليان سيستم من الترابيكولي. هزي الترابيكولي بينها وان بعضها موجود اس ريبروس بانا في لير او اس اس اف. الاس بايس الزي كوميونوكات مع الفنتر كزا عشان تجيب السي اس في من الفنتر كزا. الاركنود اللي اللي شفناها في الرسمة بتاعتنا ودي عبارة عن تطلع من الاركنود الترابيكولي. الان وصل Rivers للفيناس. دي الاركنود باللاي. الاركنود خلال الفنكشون بتاعتها ايه? ترجع لسي اس ساف مرة تانية للسكيل أو pega ثانية بالسي اس ساف هيرجع للسكيل صور مع طريق الاركنود باللاي اللي بتفتح فيه. اللي بتفتح فيه والبيهم هاتربعة ودي اهم حاجةUD اليكث هايلي فاسكولار كونكتف دي عبارة عن ايه؟ عباره عن دي الكت هايلي فاسكولار كونكتف تفتشوها. 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 الفنكشن فتاعتها هي بتشير البلد فيزلز للسمول بلد فيزلز ومعها البلد كابيلرز عشان توصل للسي ان اس. لكن عمرها ما كانت تكون تكتماعها النيورال تيشو ست. ليه في بينه هو من بعض باريار بيكاوم من البروسيسس اوف زي نيورو جلايات سيلز. بتتكاوم من ايه بتكاوم من موديفاية فيبرو بلاست ماكروفاج ماس السيل وبعدين كولاجينس اندي الاستيك فيبرز. دي اللي هي البيا ماطر. الكوريد بيكسس. الكوريد بيكسس دي حاجة موجودة في الفنتريكس. الكوروب اكسس بتطلع من البياماتر اهي فولت طلع من من البياماتر اهي عبارة عن فولت طلع من البياماتر. بتطروح فين فولت دي للاترال والسيرد والفورس وكاد لاترال وكاد وكاد化 فورس الحطة الحمرة اللي طلع دي عبارة عن ب Beaujecses طلع من البياماتر اللي كانت مبطنة البريم في المكان ده. هنسميها ايه? هنسميها الكوروب ب Sam وكيد هي بليكسس من البيات بلاكسس. لكن الفنجشन بتاعتها بتعمل ايه بتعمل secretion للCSF. يبقى format of core of connective تشو. فوقيها. او المتغطية مبارة بايه? بيه. يبقى ايه عبارة عن core من المتغطية تشو كفرد بيه simple columnar او simple copoidal آآ آآ بيثيليم بنسميه ابن دايمال سيل وده واحد من الميورو جلعية. عبارة طبعا ايه بلاد كابلاري وهي بلادين البلاد كابلاري فيه حواليها البريسايت. وفوق البريسايت موجود زي ما انت شايف الابن دايمال سيل. دي ايه ايه كولامنر ايه 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 كوباويدل لكن تليها مايكروفل لايك ترقى وطبعا موجودين الميكروفاش وده اللي سبيس بتاع الفنتر يبقى هنا السيكليشن هيحصل في المكان ده. طبعا متبقى مع كونتينيوس بلاد كابلارز عشان تبدأ تعمل سيركيوليشن. الفنكشن بتاعتها انها بتفرز السي اس اي اف. ده اجابة السؤال اللي تسألناه في المحاضرة. زرار سبين ميجور ديورال فينس سينس. البارييرز اللي احنا هنشوفها. اول باريير عندنا هو البلد بريم باريير. وده باريير ما بين البلد وما بين النيورال تيشوز. ادي البلد موجود جوه البلد كابلارز. هزي البلد كابلارز علشان تضمن ان التوكسنز اللي جوه دي. ما تعديش من خلال هزي البلد كابلارز هي المسؤولة عن وجود هزي التوكسنز في هتعمل اول حاجة هتعمل ما بين ما بين وبين بعضها. يبقى اول حاجة في البلد بريم باريير هو اللي هيحصل ما بين بعد ما يحصل ده برضو طبعا رقم واحد ان السلز دي كونتينوز زي ما انت شايف ما فيش فيها خالص. يبقى رقم واحد بتاعي ايه كونتينوز. رقم اتنين هيحصل ما بين الاندو تيليل سلز دي. رقم تلاتة هتجي زي ما انت شايف تغطي كمان على الاندو تيليل علشان تحميني تديني برضو طبعا منعي. كل ده مش كفاية هتجي في الكلام ده كله يبقى ده ايه بحوط حوالي التوكسنز دي علشان ما توصلش ابدا للنيورالي سلز. وبعدين ده كافي لا ده طبعا مش هيكافي خالص. لازم النيوراليس او انت سين اس يحمي نفسه بنفسه. هيعمل ايه? هيجيب الاستروسايت. والاستروسايت ليها فيت بالشكل ده. هزي الاخدام هتبدأ تحاوط او تلف حوالين الاندو تيليم او البلات كابدانس بحيث ما يتسبش اي فراغات. لو فيه توكسن من ده. عاوز يدخل السين الناس لازم يعدي من الاندو تيليم. البرسايت ممكن تقابله. بعد ما يعدي من البرسايت هيلاقي البيزمنتين برين. وبعد ما يعدي البيزمنتين برين هيلاقي الفيت بتاعة الاستروسايت. لو نجح انه يعدي منها هيأفكتها على ان يورالتيشوسبكس في الغالب مش هيقدر يعدي من السيستيم ده كله اللي بنسميه البلات برين باري. يبقى البلات برين بريم بيتكون من ايه? كونتينيوس اندو ثيليم. وخلي بالك من كلمة كونتينيوس اندو ثيليم. لان الكنتينيوتي دي لوحدها باريير. بتاع البلات الكابير ومعه ومعه ايه? حاجة التانية البيزل لامنا اوف زي اندو ثيليم. واخر حاجة الفيت اوف زي استروسايت بروسيس. الفانكشن بتاعته طبعا زي ما احنا عارقين وحافظين بي بيستبارية البلات من وبعدين بروتكت البلات من اللي احنا شفناها في الصورة بتاعي. اه دي ال اه بريم 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 هنا. البيريم تيشوز موجودة هنا بيفصل هنا ومعه بعد ايه? نقم واحد اندو ثيليم اللي هو بينهم بعض موجود وبعدين بتيجي تقفل حواليه? ما بتخليش اي حاجة تعديه. ده اللي هو البلات بريم بريم. البلات في بريم. ادي البلات. و ادي السي اس الف موجود هنا في المكان ده. ايه اللي بيفصل ما بين البلات وما بين السي اس الف? طبعا الرقم واحد الاندو ثيليم. رقم اثنين اللي بين ضيما السيل. اللي هي بتفرز السي اس ما بين الاتنين موجود بازمين تيمبرين للإندوثيليا وبازمين تيمبرين للإبن دايمالسيل. ايه الفونكشن بتاعته؟ طبعا بيحافظ على الكيميكا بتاع السي اس اف. لكن في حاجة اسمها برين سي اس اف باريا. وده بيختلف من الاركينويد للفين. المكانين دول فيهم سي اس اف. ده بيعمل سي كريشان وده بدي يعمل در. هنشوف كده الفرق بين الاتنين. في الساب اركنويد اس بيس. هلاقي فيه ثلاثين فايبر بلاست بتاعت البيا ماتر. وبعدين الاستك والكولاجين فايبر بتاع بيا ماتر برضو. وبعدين نيورو جلايا الفايبرز موجودة. علشان تفصل هنا بابين الاركينويد وهما بين البرين تيشوز. ده الفينتريك. ده الفينتريك اللي في اس اس اف. في حوالي النيورال تيشوز. طيب ايه الفاصل بقى بين الاتنين؟ الابن دايمالسيل. ومعاهي البيز اللي لابن بتاع الابن دايمة سيلة وبعدين الميورال بروسيس. كده خلصنا الميليجيس ومعاهي البرينز. هنتكلم عن السريبرام. السريبرام بتتكون من طولارج هيموسفيرز. بيكون من جري ماطر عند هويت ماطر. السيلفز اوفزا سري برام بيتميز بوجود السالكاي والجيرال. اللي هي الحتة العالية دي والحتة اللي نازل تحت دي بسميها سالكاي وجيرال. موجود في السريبر كورتكسو عموما كده فايف تايبز اوف نيرونز. برامدال سيلز تليت سيل او جيرانيول سيلز. فيوزي فورم سيلز هوريزينتال سيلز. وي سيلز اوف مارتينوت. لو نشوفهم على الرسم بتاعتنا هلأ رقم واحد البرامدال سيل. ايه دي البرامدال سيل. طالع منها الاكسون وايه. رقم اتنين اللي اللي هي شبه النجمة دي. دي بسميها استيليت سيلز. رقم تلاتة الفيوزي فورم سيلز. الشكل بتاع كده بيبقى فيوزي فورم. مش برامدال بالشكل ده. الهوريزينتال سيل اوف كاجال زي ما انت شافي الديريكشن بتاعها. عشان كده بتسميها هوريزينتال سيل. دي السيلز اوف مارتينوت اللي هي بالشكل ده. بتسميها السيلز اوف مارتينوت. لو نتكلم عليهم بالتفصيل شوية سوغنطاطين هنلاقي البرامدال سيلز دي مالتيبولر سيل. طمام ما كلهم مالتيبولر سيل بالمناسبة يعني. الايبكس متاجه ناحية السيرفس. الاكسون بيطلع من البيز اوف زي سيل. اند باس انتو زي اندر لايينج وايه موتر. من الايبكس بتطلع الديندرايتس. علشان تنتهي فين؟ في السورفيشيال بيتر. الاستيلات سيل او الجرانول سيل. زي ار سمول مالتيبولر نيرف سيل مش نورو جلايب. يبقى مالتيبولر نيرف سيل. زي اه زي هاد مالتيبول برانشنج ديندرايتس. شورت اكسون اللي بينتهي فيه على النيورونز القريب. الفيوزي فورم سيلز. خلاص ما احنا عرفنا ان هي. سبيندل شيف ده فيوزي فورم شيف. ادي الفيوزي فورم سيلز. هوريزنتل سيلز او كاجيل. ده عبارة عن سمول سبيندل شيف سيلز. ده عبارة عن سمول سبيندل شيف سيلز. كل السيلز اللي فاتت. سبيندل شيف سليز. مثل ايه يوزي سيلز. لكن دي ايه? دي باراللتوز. دي يأيه الكاجيل سيلز. هادي الكاجيل سيلز. باراللتوز ايه. توزي سيلز. اخر حاجة. سيلز او ف مارتينوتي. اسمول بوليجون السيلز. مع شورت ازندرايتس. الاكسون تورد السيرفس. يعني الاكسون بتتجه في اتجاه السيرفس. وقبل بحاجة بسيطة بيحصل لها بفركيشن علشان تمشي هوريزنتا للايه برا للتوزى سيرفس ادي السيلز اكمرتوز ده ماشي 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 وبعدين في الاخر خالص يحصل لها باي فركيشن ده بالنسبة للأخصون علشان يا واحد يمشي كده والتاني يمشي في الاتجاه التاني الليرز قولنا ان احنا عندنا واحدة مليوكرر والتانية مالتيفورم ما بين اللي اتنين في اربعة اليرز اتنين اكسترنل واتنين انترنل واحدة جرانيولار والتانية ودي توزيعة السيلز اللي احنا اتفقنا عليه الاورانية فيها كجال والاخيرة فيها مرتنة في كل اليرز موجود نيورو جلال سيلز يعني بين الاتنين موجود آآ الاسمول والميديم سايز ده والارج برا ميدال سيلز موجودة في الجرانيولار ديه بس سواء كان اكسترنل او انترن نقرأ كده الكلام اللي مكتوب عن الليرز اوف سريبرا الكورتكس هنلاقيها الموليكولر ليل فيها ببرها الفايبر ومعاها الهروزينتل سيل اوف كجال وشوية نيورو جلاليه الاكسترنل جرانيولار لير دي عبارة عن جرانيول سيلز ومعاها السمول Beramidole سيلز طبعا ادي هادي الاكسترنل جرانيولار لير فيها معاها السمول برا ميدال سيلز هنا هلقي الي يد مليديم سايز برا ميدال سيلز الحامرة دي دي اللي هي احنا كن في الاكسترنل برا ميدال لير لا يد فيها I'll go there again the termed When we go the inter however it is, the inter Similarly the termed The S inform, it is the Consum lied every time you have the The staff of having the Goodwill Than the third much He is taking ايه اللي فيها ايه اللي فيها ايه دي اخر لير اللي فيها ايه طبعا دي اللي مسؤولة عن والميموري والسنسري والانتجريشن والانتربريتيشن والانفورميشن اناليسيز يعني والانشيشن افزي موتور موبين يعني الارادة موجودة في موجودة في السريبرال كورتيكس في النهاية بادي رب المحاضرة تكون مفيدة وان شاء الله نتابعك محاضرة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته